ناهد يوسف تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه التداعيات وإلى أي حد يمكن التنبؤ بأي تحركات يعني إن كنتم لاحظتم أي تحركات على محور الجنوب من قبل حزب الله في اتجاه إسرائيل محمود على الأرض ليست هناك من تحركات تغيرت أو صورة تغيرت عن الأيام السابقة لا شك أن هناك قلق هناك ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة وإن كان سيكون هناك من رد لحزب الله على عمليات الاغتيال هذه كما حصل سابقا عندما تم اغتيال القيادة في حماس سابقا عندما تم اغتيال القيادة في حماس صالح العروري أعلن حزب الله بأنه سيكون هناك رد على هذه العملية حتى في تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال بأنه سيكون هناك من رد على عملية الاغتيال هذه لم يحدد متى وكيف وبعدها جاء الرد باستهداف القاعدة الجوية اليوم حتى ليس هناك من إعلان حتى الساعة بأنه سيكون هناك رد على عمليات الاغتيال هذه لا شك بأنها كانت ضربة موجعة لحزب الله هو شخص غير معروف يعني اللبنانيون لا يعرفون قيادات حزب الله خصوصا أولئك الذين يعملون ميدانيا على الأرض لا أسماءهم معروفة ولا مراكزهم معروفة فقط نعرف عنهم عندما يتم اغتيالهم في البيانات التي يصدرها حزب الله عن مراكز الله المعلومات الأولية طبعا قالت بأنه في قوة الرضوان وهي قوات النخبة لحزب الله هناك معلومات أيضا تحدثت عن أنه يعمل في الوحدة الصاروخية أي الوحدة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أنه هو من قام باستهداف القاعدة الجوية قبل يومين في عملية الرد على اغتيال العروري لذلك طبعا هناك ترقب المشهد ميدانيا في الجنوب لم يتغير عن الأيام السابقة لا تزال الاستهدافات لا يزال القصف الإسرائيلي والغراض تستهدم لكن التخوفات زادت اليوم ناهدي أنا أعرف أنك في بيروت ولكن أنت دائما كنت معنا تنقل لنا الجنوب والبلدات التي تستهدف فكرة الخوف زادت أكثر بعد اليوم في الجنوب يعني ما يصلك من أخبار طبعا في الأيام الأخيرة شهدنا عدة استهدافات شهدنا عدة مرات خروج عن قواعد الاشتباك من قبل إسرائيل الاستهدافات تصل إلى مناطق في العمق الجنوبي الغراض تكثفت على المنازل وعلى الأليات ولذلك هناك طبعا خوف من أن فعلا أن تكون كل التهديدات التي كانت تطلق سابقا من الإسرائيليين بأن تتحقق وبأن تنتقل الجبهة إلى الجنوب جبهة الحرب إلى الجنوب ومن هنا يأتي هذا القلق يعني هذا التصعيد المتواصل في الأسبوع الأخيرة والذي شهدنا كله يعني ينذر ربما بتصعيد أكبر وبأن تكبر المعركة أكثر يعني طبعا هذا الموضوع يقلق اللبنانيين وهناك خصوصا مع دائما يعني إطلاق النداءات بأننا لا نريد هذه الحرب اليوم كان هناك تصريح من وزير الخارجية قال بأن لبنان مستعد لتطبيق القرار الدولي ألف وسبعمائة وواحد بحذافيره ولكن شرط بأن يكون هناك التزام أيضا إسرائيلي ووقف اعتداءات إسرائيلية وانتهاكات للبنان برا وبحرا وجوا يعني المساعي متواصلة من أجل العمل على تطبيق هذا القرار الدولي وذلك لسحب فتيل التوتر خصوصا بعد أن يعني بات التصعيد في ذروته في الأيام الأخيرة وهذه الاستهدفات التي تقوم بها إسرائيل تسادع عادة ردا من حزب الله بانتظار طبعا كيف سيكون شكل هذا الرد وإن كان سيكون عنيفا أو موسعا وما سيتبعه أيضا من ردود إسرائيلية يعني بعد أن قام حزب الله بالرد على اغتيال العروري باستهداف هذه القاعدة الجوية كانت هناك سلسلة من الغارات المكثفة والتي استهدفت تحديدا المنازل في الجنوب وليس فقط منازل لمسؤولين أو لقيادات في حزب الله وإنما أيضا كان هناك منازل لمدنيين كانت خالية من سكانها ولكن الاستهدفات تكثفت اليوم كان شاهدنا في إحدى البلدات بين بلدتين العديسي وكثير كلا القاء كثيف للقنابل الفوسفورية التي غطت المنطقة بالإضافة طبعا إلى الغارات الجوية المكثفة ردا على خمسة عمليات اليوم قام بها حزب الله أعلن عنها حتى الساعة طبعا بانتظار الترقب سيد الموقف بانتظار كيف سيكون رد حزب الله وطبعا الرد الإسرائيلي على ذلك شكرا كناهد يوسف ورسلتنا من بيروت سنعود دائما للتواصل معك ناهد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك